انثلات أمني تتصاعد وطيرته في تعز يعرض حياة المدنيين للخضر ويزيد من الجرائم التي تستهدف العسكريين والمدنيين على حد سوى في إدارة تصفية الحسابات بين ميليشيات الحشد الأخوانية ومعارضها وما حدث من محاولة اختيال غادرة لرئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي قبل عامين والتي أسفرت عن إصابته ومقتل مرافقه إلى واحدة من تلك الجرائم التي تكشف حجم الانفلات الأمني وعدم قدرة السلطات المعنية على كشف الجناة طلاب وأكاديميين وإداريين في جامعة تعز نفذوا وقفة احتجاجية في الذكرى الثانية لمحاولة اختيال الشعيبي طالبوا خلالها من السلطة المحلية والأمنية والقضائية بسرعة تقديم الجناة للعدالة وتطبيق القانون عليهم رافعين يافطات تطالبوا بمحاسبتهم في هذه الجريمة وغيرها من الاحتداءات التي طارت جامعة تعز في ظل الانفلات الأمني القائمة هذه الوقفة هي تدنيدا بصمت وعجز القيادات العسكرية والأمنية عن القاء القفض على قتلة الشهيد موفق الشميري موفق مرافق رئيس جامعة تعز أثناء محاولة اختيار رئيس الجامعة منذ عامين وعجز القيادات العسكرية إن لم يكن تواطؤها مع بعض القتلى بالإفراق عنهم في رمضان المنصر وهنا نطالب قيادات السلطة المحلية والقيادات العلية بالدولة بوضح حد لهذا التفلد ما يزيد المشهد قتمة هو عدم كشف هوية أي من مرتكبي الجرائم بحق المدنيين والعسكريين في تعز ولا زالوا يسرحون في شوارعها ويرتكبون جرائم مماثلة وينهبون محلات تجارية وبنوك دون أن تحرك الحكومة ساكن تجاه ممارسات العصابات الإرهابية ليتفاقم الوضع الكارثي في مدينة تعز ويجعل حياة المدنيين في خضر خروق اليوم الطلاب في جامعة تعز هي رسالة شاملة من ضمنها حتى قد طالت عديد من استهدافات للحرام الجامعي واستهدافة بعض الدكاترة ومدرسين جامعة تعليمية فالجامعة اليوم تقدم الرسالة إذا لم توقف هذه الاعتداءات صعب تستمر العملية التعليمية عدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها في تعز تجاه ما يحصل من جرائم قتل يسهم في اتساع رقعة الانفلات الأمنية الحاصل في تعز وفقتان الدولة لهيبتها في المناطق المحررة ويزيد من نسبة الجريمة وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة ويفقد مدينة تعز السلام والأمن الذي كانت تنعب به كغيرها من مدن ومحافظات الوطن